الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهي رسالة إلى كل مهموم وكل من يخاف على الرزق حتى أن بعض الناس يستعجل فيلجأ إلى الربا وغير الربا ربنا سبحانه وتعالى رزق حتى أفجر الخلق وأكثر الخلق فسوق وهو إبليس الملعون اسمع للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم قال إبليس يا رب ليس أحد من خلقك إلا جعلت له رزقا ومعيشة فما رزقي قال رب العزة ما لم يذكر اسم الله عليه فربنا سبحانه وتعالى رزق حتى إبليس فكيف بك أيها المؤمن أيها المسلم أشعر بطمأنية وسكينة بأن رزقك آت لا ريب هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله